من القاهرة ينضم لنا مراسل أخبار الآن رمضان المطعني أهلا بك معنا رمضان التطورات ما يصل من معلومات إذن أو وسائل إعلام المصرية ماذا تقول فيما يخص الهجوم المسلح في مطار العريش أو حول مطار العريش يعني منذ الأمس تتولى البيانات الخاصة بهذه الحادثة منذ الأمس التي استهدفت مطار العريش بوقود وزيرية الدخلية والدفاع وتبعاتها اليوم كلها بيانات صادرة عن المجلس العسكري والمتحدث باسم المجلس العسكري التي أفادت اليوم أن قوات الصعقة المصرية بالتعاون مع قبائل سيناء توغلت اليوم في العديد من المناطق المحيطة بمطار العريش وبقى بيانات استخباراتية وما رصدته من تحركات لبعض المخربين والإرهابين الذين هاجموا المطار أمس بأحدى القزائف التي كانت تستهدف وزيرية الدفاع والدخلية اليوم تم قتل خمسة من هذه العناصر الإرهابية بعد تبادل إطلاق النار وتم القبض على ثلاثة عناصر منهم وجاري التحقيق معهم هذه الحملة متواصلة ربما تنخفض أو تزداد في بعض الأيام لكنها مستمرة طوال أربع سنوات على شبه جزيرة سيناء كيف يبدو الوضع الأمني الآن؟ هل ستب الوضع الأمني؟ وأيضا فيما يخص قبائل سيناء مدى التعاون ما بينهم وبين قوات الأمن في هذه العمليات؟ قبائل سيناء كثير منها يتعاون مع قوات الجيش والشرطة خاصة بعد الحادثة الإرهابية الأليمة الذي استهدف مسجد الروضة على الفور بعدها كثفت قبائل سيناء من خلال اتحاد قبائل سيناء التعاون المباشر مع قوات الجيش والشرطة بإعداد الكماء والتواغل في الطرق الصحراوية التي يكمن فيها الإرهابيون وهي مناطق جبلية بطبيعة الحال وهي وعرة ولا أكثر من يعرفونها هم قبائل اتحاد سيناء أيضا البعض منهم طالبوا بحمل السلاح لمواجهة الإرهابيين لكن هذا الطلب قبله بأن الدولة لا تقبل أن يواجه أن تكون هي لها اليد العليا في سيناء ولكن التعاون القبائل هو يعتبر استخباراتي أيضا إلى حد كبير كونهم يعلمون ببواطن الأمور في سيناء خاصة المناطق الجبلية كما ذكرت شكرا لك على هذه المداخلة معنا مراسل الأخبار الآن رمضان المطعني كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة شكرا جزيلا شكرا